قال حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر قال حدثني سليم بن عامر قال حدثني المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل قال سليم بن عامر فوالله ما أدري ما يعني بالميل أمسافة الأرض يم الميل الذي تكتحل به العين قال فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق الجاما قال وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه هذا وصف لبعض ما يكون من أهوالي ذلك اليوم وهو أن الشمس تدنى من الخلائق يوم القيامة ويصيبهم من الغم والكرب شيء عظيم ويجري منهم العرق وهذا العرق يتفاوت فيه الناس بحسب ذنوبهم فمنهم من يصل العرق إلى أنصاف أذنيه ومنهم من يلجمه إلجاما ومنهم من يبلغ إلى حقويه ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه ومنهم من يبلغ إلى قدميه ومنهم يعني من لا يبلغ منه العرق شيئا ومنهم الأنبياء والرسل وكذلك الصديقون والشهداء فيكون العرق بقدر ذنوب الناس ولهذا قال إن العرق يوم القيامة لا يذهب في الأرض سبعين باعا وإنه لا يبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانهم كيف هذا يبلغ العرق إلى فيه أو إلى أذنه والآخر إلى ركبته والآخر إلى قدمه والآخر يلجم إلجاما الله على كل شيء قدير أحوال الآخرة لا تقاس على الدنيا الله تعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون فأحوال الآخرة أحوال مختلفة تماما عن أحوال الدنيا فهذا هو الأقرب الله أعلم في الجمع بين النصوص فيلجم الناس العرق على قدر ذنوبهم وينالهم كرب شديد في يوم طويل جدا وثقيل مقداره خمسون ألف سنة ويبقى الناس خمسة وعشرين ألفا قبل أن يحاسبوا خمسة وعشرين ألف يبقون يموجون في الأرض حتى يملوا ويسأموا يقول عليه الصلاة والسلام حتى ينالهم من الغم والكرب ما لا يطيقون معه ولا يحتملون ويصيب الناس السأم والملل حتى أهل النار مع أنهم يعلمون بأنهم سيذهبون للنار لكن يوم ثقيل وطويل جدا حتى يلهم الله تعالى البشر يقول لما لا نذهب إلى آدم أبينا يشفى إلى الرب سبحانه في أن يفصل ويقضي بين عباده فيأتون ويتعرفون يبحثون عن آدم حتى يجدوه فيطلبون منه الشفاعة فيعتدر ثم يذهبون إلى نوح فيعتدر ثم إبراهيم ثم إلى موسى ثم عيسى كل يقول نفسه نفسه يذهب إلى غيره حتى يذهب إلى محمد عليه الصلاة والسلام فلا يعتدر ويسد تحت العرش ويقبل الله شفاعته فتنصب الموازين وتنشر الدواوين وتحاسب الخلائق بعد خمسة وعشرين ألفا والدليل ذلك قول الله عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرة وأحسن مقيلة قيلوا لعند العرب منتصف النهار ورد عن ابن عباس وابن مسعود وبعض الصحابة والتابعين أن ذلك يكون في منتصف اليوم يعني بعد خمسة وعشرين ألفا فحتى خمسة وعشرين ألف مدة طويلة جدا لو أخذت نسبة عمرك في الدنيا إلى فقط يعني خمسة وعشرين ألف العمر لا شيء بالنسبة لها هذا يدل على شدة أهوال يوم القيامة والفائدة من الإخبار بهذه الأمور حتى ينتبه السامع فيأخذ بالأسباب التي تخلصهم من تلك الأهوال ويبادر بالتوبة فالمقام مقام هائل لا يفي لوصف هوله العبارات ولا تحيط به الإشارات فهو موقف عظيم شديد ينبغي أن يضعه المسلم نصب عينيه وأن يستعد له بالعمل الصالح ويتزود بزاد التقوى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة